بفكر في هاي القناة انها تكون نواة لممكن اشي اكبر عارف تأخرت عليكم بفيديو الخمسين الف مشترك اسألني اي شيء فوصلنا هلا يمكن اكثر من سبعين الف مشترك شكرا للكم كلكم دون ما اطول عليكم خلينا نبلش رح اقرأ السؤال بالعربي هل بتعتبر نفسك محظوظ انك بتصور برنامج شيفرة على الجزيرة ولا هل هو جاي من المثابرة والعمل الدقوب انا بعتبر حالي محظوظ بشكل عام بس رح احكي لكم رأيي بالحظ تخيلوا شخص بيحكي لكم انه اصابته صعقة برق هل ميعتبر هذا الشخص غير محظوظ؟ فليا غير محظوظ لانه نسبة اصابة واحد بالبرق قليلة جدا صح بس لو هذا الشخص حكا لكم انه لما انصعق البرق كان طلع على اعلى جبل بالمدينة بالليلة اللي فيها اعلى نسبة برق عم تضرب ضرب ومسك عمود حديدي وقعدي يلوح فيه بعدين ضربوا البرق ووقتها بنحكي انه فعليا يمكن يكون غير محظوظ بس هو زاد فرص انه ينضرب بالبرق بشكل كثير كبير لو انه كان قاعد ببيته مثلا منضرب بالبرق كان وقتها بنحكي فعلا غير محظوظ فنفس الاشي انا بفكر بالحظ الشخص المحظوظ عادة بكون عمل كثير اشياء عشان يزيد حظوظه انه يحصل على ضربة الحظ هاي اللي كلنا منشوفها ومنحس انه هذا الشخص محظوظ من خلالها فيعني على مستوى صغير على برنامج شيفرة اللي انا بعمله لو انا ما بصنع محتوى ما بحط حالي اندين كان يمكن ما صحت لي هاي الفرصة اني اعمل برنامج مثل هيك السؤال البعده اكثر يوتيوبرز اتأثرت فيهم وعم بتفتش على عروس رح اسمح سؤال واحد لكل شخص اكثر يوتيوبرز اتأثرت فيهم اكيد اتأثرت بعلي ابدال وكارما ميدك وذول الناس اللي عم بيعملوا محتوى جميل باللغة الانجليزية عن الانتاجية والاشياء هاي بحاول محتوى يكون جديد ومختلف شوي عنهم يكون بعكس شخصيتي انا اكثر وبعكس خبراتي والاشياء اللي انا بفهم فيها اكثر بحاول يكون محتوى مش بس ترجمة لمحتوى انجليزي للعربي في كثير قنوات عربية بتعمل هاي الشغلة غيريك بحب كثير العلماء والمتخصصين في مجال معين لما يعملوا محتوى انلاين على اليوتيوب وغيره فمثلا عالم العصاب انجلي هيوبرمن حكيت عنه بها القناة قبل هالمرة دكتور بيتر اتية هذول عندهم بودكاست وبتنزل البودكاست تابعتهم على اليوتيوب وكثير بحب اتابعهم وغيرهم من المتخصصين والناس اللي بيعملوا محتوى علمي مفيد السؤال البعده شو المحتوى اللي مخطط له في المستقبل علما انه كثير من القنوات الناشئة بتبلش وهي مركزة على محتوى معين لحد ما تقلل الافكار وبيبدأ يغير بنوع المحتوى بغرض الحفاظ على عدد المشتركين السؤال جميل جدا وبفكر فيه احيانا حاليا هاي القناة عم تعكس الاشياء اللي انا تعلمتها والاشياء اللي انا فادتني بحياتي وممكن تفيد غيري اكيد لبعدين انا رح اطور ورح اتعلم اشياء جديدة فاي اشي جديد واي اشي طورته بحالي رح احاول اعكسه على هاي القناة فهذا المحتوى تبعي رح يكون للمستقبل القريب بس بشكل عام انا بفكر في هاي القناة انها تكون نواة لممكن اشي اكبر لشركة انتاج محتوى عربي مفيد يمكن هاي القناة تكون بداية لاشي مثل هيك في المستقبل شفت فيديو عن اعتقد غزتك بيل فيك توضح لنا شو الايجابيات والسلبيات هاد موضوع اسمه النيوتروبيكس بشكل عام هو الحبوب اللي ممكن تزيد التركيز تبعنا وتقوي الذاكرة والاشياء هاي كلها كثير من النيوتروبيكس هاي اللي بتقوي الذاكرة وتقوي التركيز والشغلات هاي كلها هي مركبات مختلفة تشتغل نفس شغل الكافيين ففعليا احسن نوتروبيك وكاسة قهوة ممكن تتكلم عنك كطبيب مسلم في بريطانيا والمشاكل اللي واجهتها بصراحة بصراحة انا ما واجهت كثير مشاكل كوني مسلم في شغلة كثير ناس ما بيعرفوها من الناس اللي مش ساكنين في بريطانيا انه نسبة كبيرة من الناس اللي ساكنين في بريطانيا مسلمين مسلمين فمش اشي غريب انه الشخص يكون مسلم ويكون له خلفية مختلفة يعني بريطانيا بلد كثير multicultural او متعددة الاصول والجنسية احيانا صارت معي اكثر من مرة انه شخص خاصة للناس اللي مش اصلهم بريطاني يفكروني انه انا اصلي بريطاني فمتذكر مرة اطلعت عنها دي مريض من جنسية معينة فقرأت الاسم تبعه غلط فلما اجا شافني كان مزعوج شوي من المضوح كاني بصير تحكي اسمي صح فاعتدرت له اني ما قرأت اسمه صح بس ورجعته الباجة تبعتي فرجعته انه هو يمكن ما يقدر يقرأ اسمي انا فلما ما عرف يقرأ اسمي الثاني اللي هو بطاينة حكا لي انه كان مفكرني انجليزي وكان مفكرني عم بكون عنصري شوي فحص حاله شوي غلطان السؤال البعده كيف الطريقة اللي توازن فيها بين عملك كطبيب والبزنس واليوتيوب ومبروك مقدما انا مش كثير شاطر بتنظيم الوقت الشغل اللي انا يمكن منيح فيها شوي هي انه نسبة عالية من وقتي بقضي فيه الانتاج فيه فرق بين الاستهلاك والانتاج الاستهلاك هو انه نستهلك محتوى نحطر مسلسلات نحطر افلام نطلع على السوشيل ميديا الشغلتاي وفيه الانتاج اللي هو نصنع محتوى نكتب مقالات نعمل الاشياء اللي عم نشتغل عليها نصيحة لطالب طب لاشياء يمكن عملها قبل التخرج هاي نصيحة خاصة لطلاب الطب تعلموا اشياء برا الطب طلاب الطب بشكل عام يعني من الناس عندهم قابلية عالية لتعلم اشياء بس المشكلة بضيعوا هاي القدرة على الطب لحاله حلو الواحد يتعلم اشياء برا الطب ينمي مهاراته برا الطب بس هاي النصيحة طبعا تنطبق لكل الطلاب مش بس لطلاب الطب حرام نقضي سنوات الجامعة بدون ما نتعلم اشياء جديدة برا تخصصنا سؤال البعده ماذا تتناول يوميا رجيمك مكملاتك مشروباتك طبعا مشروبي مفضل كلكم يمكن صرتوا تعرفوا الهد الان ماذا بتناول يوميا انا ما بافطر الصبح عادة بروح على الشغل بدون ما افطر باكل اول وجبة يمكن الساعة 12 بتكون عادة وجبة غنية بالبروتين كل وجباتي غنية بالبروتين بعد هيك باليوم العادي لما اخلص على الساعة 5 باكل وجبة يمكن بس اروح او بروح على الجيم بعدين باكل كمكملات باخذ احيانا البروتين شيك كريجيمي بشكل عام عملت فيديو فلوغ بحكي فيه كيف بالضبط امت بصحة ايش الاشياء اللي بعملها خلالي اليوم عشان احافظ على نشاط عالي وعشان انام منيح بالليل فعدما تكون تحضر هذا الفيديو يمكن يكون موجود مكان هون كمكملات بشرب بروتين بعد الجيم كمان باخذ كرياتين مونوهايدريت في ايام التمرين واحدة من المواد اللي بتساعد العضلات على الترميم والاصلاح سؤال البعده كيف كان تحصيلك الدراسي ايام المدرسة ما كنت كثير شاطر ايام المدرسة كثير اهتمام فيها ممكن تخبرنا عن شركتك في بريطانيا هذا الجانب من حياتي مش كثير بحكي عنه بسعملت بلوغ كامل عن حياتي كريادي اعمال لأ شركتي في بريطانيا بشكل مختصر اسمها Span Health هي عبارة عن تطبيق الكتروني مستخدم فيه الداة او المعلومات الحيوية اللي بنجمحها من اجسام الاشخاص اللي لابسين اشياء مثل الووب باند او الابل واتش الاجهزة اللي بتلحط على الجسم اللي بنجمح هاي المعلومات الحيوية ومنستخدم الاجانب هاي المعلومات الجينية واشياء اخرى هاي المعلومات بنستخدمها عشان نعطي الشخص نصائح خاصة فيه بتطور حياته من ناحية تغذية رياضة ونوم واحنا بنسميها Longivity Coaching لانه الهدف النهائي هو انه نزيد Health Span تبع الشخص اللي هي جودة حياة الشخص ونخليه يعيش العمر اللي ممكن يوصله بصحة كاملة والشركة بتتكون مني انا وشريكي وعنا بعض الموظفين هون في بريطانيا وعنا شوية منظفين في امريكا سؤال البعده ما هو افضل كتاب قرأته ما بحب هذا السؤال لانه في كتير كتب جيدة قرأتها بس يمكن من احسن الكتب اللي قرأتها هذا الكتاب Skin in the Game واحدة من كتبي المفضلة لنسيم طالب هو كاتب لبناني امريكي هاي النسخة موقعة منه التقيت فيه لما كنت بنيويورك صعب اني الاخص فكرة الكتاب بشكل سريع هذا واحد من الكتب اللي ما بزبط انه نقرأ التلخيص تباحها لازم نقرأ الكتاب كامل عشان فعلا ناخذ كل الفائد اللي فيه بدخل بكثير اشياء من الاخلاق للاقتصاد للتنظيمات المجتمعية فاقرأ لكم اشياء انا خطط عليه فبيحكي انه المعرفة اللي بنكتسبها من التجربة والخطأ والتجريب الفعلي والاحتكاك بالارض كتير احسن من اي معرفة ممكن نكتسبها بالاستنباط المنطقي لحاله تقرأ كم كتاب في الشهر وكيف تحصل على الكتب اللي تبغيها حاليا عم بستهلك كتب اكثر شي عن طريق السمع فبستخدم تطبيق اوديبل اللي هو كتب مسموعة ما بعرف كم كتاب بالشهر بستهلك بس فعليا انا ما بخلص معظم الكتب اللي بقرأها يعني بخلص ممكن خمسين بالمية ستين بالمية من الكتاب بس احس حالي عرفت الفكرة الرئيسية من الكتاب بروحها للكتاب البعده او بس ازهق من الكتاب بروحها للكتاب البعده بنفس الوقت بكون بسمع على ثلاث اربعة خمس كتب ويمكن ما اخلص ولا واحد منهم بس تقريبا بنزل الكتاب جديد كل شهر معاني قبل فترة اشتريت اكمن كتاب جديد فلسه ما بلاش تقرأ فيهم طيب يا ريت تتكلم عن الاستثمار في العملات الرقمية والاسهم وشو احسن مجال ممكن ندخله في الوقت الحالي هلأ طبعا مش اختصاصي الاستثمار بس شي انا كتير مهتم فيه بشكل عام بدي احكي انه ما تدخل في اي شيء بيوعدك انك تصير غني بشكل سريع ما تدخل في العملات الرقمية باي مبلغ انت مش مستعد انك تخسره لانه على الاغلب راح تخسره بالنسبة للاسهم ما تستثمر في اسهم محددة استثمر في مؤشرات او اندسي اللي هي جميع اندكس هي زي محافظ بتجمع عدد كبير من الاسهم واذا بتستثمر فيهم انت عم تستثمر بكل هاي الاسهم فانت هيك بتقلل الفرص انك تخسر مصاريك مع انه ما راح يرتفع المؤشر بشكل سريع كتير بس على المدى البعيد راح يسادك هذا الشيء في الادخار الجيد يعني انا شخصيا نسبة كبيرة من مصارية اللي بتدخرهم بحطهم في الاندكس فونز او المؤشرات هاي مثل الاس ان بي فاي هندرد المؤشر من مؤشرات السوق الامريكي من لما انا بلشت ادخر في الاندكس فونز العائد الشخصي تبعي كان يعني خلينا اشوف لكم بالزبط لحد الان قديه البرسونال ريت اف ريتورن اللي هو العائد الشخصي تبعي 70% معناته المصاري اللي انا حطيتها كبرت 70% من لما بلشت ادخر الى الان فيمكن الافكار الرئيسية هون انه ما تحط مصاريك بسهم واحد او بعملة رقمية واحدة ثاني اشي استثمر على المدى البعيد وما تحاول تتداول وتحصل على الربح السريع لانه عادة هذا الشيء مش رح يزبط سؤال بريطانيا او امريكا افضل لرواد الاعمال امريكا هي لا زالت الافضل لرواد الاعمال من ناحية سهولة الحصول على الاستثمار من ناحية النتورك البيئة من ناحية الضرائب وكثير اشياء بس هلا من بعد كورونا مش لازم الواحد يكون موجود فيزيكلي او موجود بشكل شخصي بامريكا احنا شركة بريطانية ومسجلة في بريطانيا وبرضه احنا سجلنا في امريكا ومعظم المستخدمين تابعيننا بامريكا المستثمرين الجداد تابعونا بامريكا وحتى عنا موظفين في امريكا ازاي تعلمت اللغة الانجليزية؟ انا كان عندي افضلية شوي لانو انا نولد في بريطانيا لحد ما كان عمري خمس او ست سنين بعدين رحت على الاردن فتعلمت وانا صغير وبرضه انا والدتي ايرلندية كيف تشوق طريقك بالبزنس كطالب طب؟ الا هاي النصيحة مش بس لطلاب الطب لا اي طلاب بشكل عام طريقة التفكير بالموضوع لازم تكون كيف احول الفكرة تبعتي لتجربة قابلة للتطبيق باقل التكاليف وانها تعطيني تغذية راجعة اتعلم منها اعطيكم مثال انا جزء من شركة اسمها جواب مد الشريكي فيها هو طالب طب في الجامعة الاردنية بالاردن هي عبارة عن موقع الكتروني بساعد طلاب الطب على الدراسة على امتحاناتهم في الاردن كيف بلشنا هاي الشركة؟ ما رحنا استثمرنا وقتنا وجهدنا انه ربني الموقع بشكل كامل عملنا نسخة مصغرة عبارة عن تطبيق الكتروني بسيط جدا لامتحان واحد لكلية وحدة في الاردن وهذا الشيء عطانا تغذية راجعة انه عليه اقبال هذا الحل اللي عم نطرحه فروحنا كبرنا شوي عملنا موقع بسيط جدا وبرضه طرحنا في دفعة واحدة في جامعة واحدة في الاردن وشفنا انه عليه اقبال اكثر فروحنا وسعنا لاكثر من جامعة وهلا عم نتوسع للجامعات بشكل تدريجي والهدف انه نوصل كل العالم العربي ونوصل كل كليات الطب ويمكن تخصصات اخرى في العالم العربي لبعدين كيف خليت صوتك عميق اكثر؟ فعليا انا هيك صوتي من الله بس في طرق انه الواحد يطور صوته يعني واحد من الناس اللي كثير متخصصين في هذا الموضوع هو صديقي نسيم رمضان واحد من الفويس اوفر ارتتس او المعلقين الصوتيين الرهيبين وعنده دورة الكترونية عن هذا الموضوع بالزبط كيف الواحد يطور صوته واداؤه الصوتي رح احط اللينك بالدسكريبشن حكيت معه قبل هذا الفيديو ووعدني انه يكون هذا اللينك فيه 50% خصم لكل مشاهدين قناتي فاذا حدا مهتم بتطوير الاداء الصوتي وحابي باخد دورة فيه لينك بالدسكريبشن انا ما بوصلني اي اشي من هذا اللينك تندم انك دخلت طب ولو ما دخلت طب شو ممكن تدخل ما بندم اني دخل طب بس لو ما دخل طب كان ممكن ادخل اشي اللي دخل بالبرمجة يمكن لما كنت بالمدرسة كنت شاطر في المواد اللي اللي دخل بالبرمجة وكنت احب هاي الاشياء فبتوقع لو ما دخلت طب كان دخلت هذا المجال هلا خلينا نعمل راوند سريع راح اجاوب بكلمة واحدة ووصف الطب بكلمة مشوار مين اللي بيعمل اديتنج لفيديوهاتك مش مبين انه انا اللي بعملها انت سكان محافظة اربد سكنت في اربد في مرحلة من مراهل حياتي حاليا سكان بريطانيا انت دارس طب للأسف انت مسلم الحمد لله بتمنى كون اعجبكم الفيديو شكرا لكل الناس اللي اشتركوا بها القناة ودعموني على اخر كمان شهر وان شاء الله راح يكون المحتوى افضل وافضل لبعدين فيعطيكم الف عافي وبتمنى نشوفكم على الفيديو الجاي